كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مقولة رب دارة نافعة مصداقا لقول الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نبدأ هذه القضية قضية أن الأقدار قد تكون عكس ما يتمنه الإنسان قد يصاب العبد المؤمن بشدائد أو بمصائب ويضم بأنه معاقب ولكن بعد فترة زمنية يتبين له بأن القدر الإلهي يتفنن له في أن يعد له مفاجأة صارة والطريق لنيل ذلك المطلوب لا بد أن يمر بهذه المعاناة نبدأ بقصة واقعية حدثت في الزمن الغابر في عهد نبي الله داود عليه السلام كما تعلمون جميعا فداود النبي كان ملكا وكان نبيا وكان قاضيا كان يقضي بين الناس في يوم من الأيام وهو في مجلس القضاء ويحكم بين الناس دخلت عليه امرأة أرمل ومعها بنيات صغيرات وهي تبكي والبنات حزينات وخائفات ووجلات وقالت له يا داود يا نبي الله عندي سؤال قال لا تفضلي ما هي مظلمتك لأن المجلس هو مجلس المظالم من ظلمك ما هي مظلمتك قالت له سؤالي هل الله تعالى هل هو عادل أم ظالم سمع سيدنا داود هذا الكلام فاهتز مقدم شعره كان يظن بأن المظلومية عند هذه المرأة إما زوجها أو عائلة زوجها أو ربما صاحب المنزل أو صاحب المتجر أو أحد الجيران جاءت تشكو من رب السماوات والأرض تقول له هل إلهك هذا هل هو عادل أم ظالم سيدنا داود قال لها ماذا ورائك يا امرأة أخبرني أولا ما مشكلتك قالت إنني امرأة أرملة فقيرة وعند أطفال صغار جياع ولا أحسن أي عمل زوجي كان ينفق علينا وبعد وفاتي خرجت للعمل لا أحسن إلا الدبغ أدمغ الجلود فاشتريت جلد شات ودبغتها ثم أردت أن أقوم بنشرها في الشمس هناك سحة كبيرة يجتمع فيها أصحاب الجلود الجلدين وينشرون تلك الجلود المدبوغة حتى تتمسك بها حرارة الشمس ثم يبيعونها هناك من عنده خمسين قطعة هناك من عنده مئة قطعة هناك من عنده أكثر وأقل هي لا قطعة لا إلا واحدة فقط واحدة شات واحدة ستبيعها بخمسة ذراهم لتقتني بها بعض الأطعمة والأشربة لها ولبناتها قال وبعد ما الذي وقع قالت منذ الصباح وأنا أشتغل فيها لما وضعتها في الشمس بقيت أنتظر حتى تدبغ وقبل غروب الشمس أنتظر لكي أبيعها إذا بنسر يأتي من السماء فيخطف تلك القطعة الجلدية ويهرب بها وترك الناس كلهم هم أترياء وعندهم أموال وعندهم خيرات لم يقصد إلا قطعتي أنا ماذا يريد مني بدأت تبكي هل ربك عادل أم ظالم لو كان ربك عادل لماذا يترك هذا النسر يأخذ حاجتي وأنا فقيرة وأنا عندي منات سيدنا داود أمام مجلس القضاء لم يجد جوابا قال لها يمرأة هدئي من روعك انتظري قليلا حتى أفرغ من هذه القضايا الكبرى عند الناس فبدأ يفصل في قضايا الناس هذا عنده مشكل زواج هذا مشكل عقار هذا مشكل تجارة إلى أن وهو يفصل من الناس ولكن عقله مع المرأة لقد طرحت عليه إشكالية كبيرة هو يعرف الجواب لكنه صدم بهذا الكلام ولما أوشك المجلس أن ينتهي في آخر النهار إذا بعشرة من التجار الكبار يدخلون المجلس فقال له المستشار يلو قال لي يا داود قال لي هناك عشرة من كبار التجار يسرون أن يدخلوا عليك الآن إنهم يردوا مقابلتك قال لا تفضلوا فلما دخل التجار العشرة كل منهم يحمل سرة من المال كل وضع السرة إلى أمام سيدنا داود وهو يقول أنا عندي مشكلة مع هذه المرأة أريد أن أحل مشكلة المرأة أولا فهؤلاء التجار العشرة كيف سأصنع لقد تعيبت اليوم كله فقد تفضلوا ما حاجتكم قالوا يا داود نحن تجار نشتغل في البحر ونأتي بالتجارة من بعيد ثم نقوم ببيعها من بلدة إلى بلدة وآخر مرة وضعنا تجارة كبيرة في سفينة ونحن نسير بعد أن رمحت تجارتنا وجئنا بالأموال أو شكنا أن نصل إذا بالسفينة تصطدم مع صخرة عظيمة ويقع فيها شرخ كبير وتتسرب إليها المياه ونكاد أن نغرق جميعا حاولنا بكل ما ويسعنا أن ننقذ السفينة مع البحارة لم نفلح لم يتبقى لنا إلا أن ندعو الله قلنا لقد جاء القدر سوف نغرق وتغرق السفينة وتغرق كل أموالنا ويدبو كل شيء بدأوا يدعون الله تعالى وفي لحظة قالوا وجدنا نسرا قادما في اتجاهنا يحمل قطعة من الجلد المدبوغ فيها حبل ورمى بغا إلى السفينة فأخذناها فإذا هذه القطعة تلائم الشرخ الذي عندنا فغطينا الشرخ ونجت السفينة من الغرق ولم يعد الماء يتسرب فشكرنا الله قلنا لقد دعونا الله تعالى فبعث فبعث إلينا نسرا من السماء دعوا الله تعالى كثير وشكروه وحمدوه ثم قال كل واحد مننا عليه أن يتصدق بألف دينار كل واحد ألف دينار ومع عشر من التجار فقالوا يا داود هذا المال بين يديك خذه اعطيه لمن يستحقه فتفاجأ داود واستبشر خيرا وقال وكأن رب السماء أعطاه الجواب فقال يا مرأة تعالى جاءت المرأة فقال لهم إن القطعة التي كانت للشات هي ملك هذه المرأة وقد أخذها منها النسر و شاءت قدرة الله أن يأتيها بها لكم فقال يا مرأة تتهمين ربك أنه ظالم أو عادل وربك يتاجر لك في أعلى البحار تاجر لك في أعلى البحار لقد اشكر منك هؤلاء الناس هذه القطعة بهذه الأموال كل واحد عشرة ألف ألف دينار فبكت المرأة وبك داود وبكت تجار أجمعين هذه القصة أيها الأحبة الكرام تحمل معنى الحكم المتداولة رب ضارة نافعة أو تحمل معنى الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المعنى المعنى بأن الخير هو ليس بمعايير الإنسان الخير يكون بمعايير الله تعالى كثيرا ما تقع لنا الكثير من المفاجآت إما مصائب وإما أمراض وإما نكبات فنقول إنها القاصمة قاصمة الظهر إنها النهاية ومنهم من يتهم المولى عز وجل ومنهم من يتهم القدر والحق أن الإنسان لا يكاد يدرك الحكمة الحقيقية من من هذا الوقائع فربنا عز وجل هو العلم الغيوب لكن النفس البشرية التي نحملها هي قاصرة وجاهلة دائما تتسرع هذه النفس قال فيها رب العز وخلق الإنسان ضعيفا الله يرحم ضعفنا طب الله يرحم ضعفنا لأننا أمام النكبات والأزمات يقع لنا نوع من التردد ونوع من الارتياب وربنا وصف الإنسان بمدى وصفه قال وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان من صفاته أنه ظلوم وجهول يسرع في الحكم ودوما يظلم ويجهل ثم فيما بعد يتبين له بأن الوقائع مخالفة الزمن يبين له الأشياء مخالفة نحن بشر ضعفاء عندنا قلب يتقلب وسرعانا ما نغير الأشياء هذه المشاكل خصوصا تقع بين الأزواج لعلكم تلاحظون في السراعات بين الأزواج غالبا تنتهي بالطلاق والانفصام ولو استحضر الأزواج هذه القاعدة لما وقع طلاق ولصبر بعضهم على بعض ولا تحسنت الظروف ولا ربك عز وجل أكرم الجميع الله تعالى لما يتكلم عن العلاقة الزوجية وعن النساء يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كم من أحد كان أراد أن يطلق ولكنه صبر واحتسب وصار يتعايش وبعد فترة غير الله القواعد وغير الموازين وصارت الأمور من حسن إلى أحسن وأكرمه الله تعالى داغما الإنسان ينظر إلى الجانب الإيجابي في الأشياء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الآية التي ذكرناها مبدئيا لما قال ربنا عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هي جاءت في معرض القتال والجهاد ففي مقدمة الآية يقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لتعلمون هي الآية جاءت مبدئيا بالجهاد لكنها عامة في كل شؤون الحياة في كل دوليب العيش أحد السلف الصالح كان يحدث نفسه بالقتال كان هناك قتال مع المشركين وبدأ يقول سوف أجاهد وسوف أفعل ولكنه لما نام قال سمعت هاتفا يقول لي لا تفعل لا تفعل قال لماذا قال له إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت سمعها في المنام فقام وأخبر بها أحد المعبرين قال لهذا إنضار هذا ربما قد تجاهد وأنت ضعيف فيقع لك الأسر تصبح من الأسر وبعد ذلك قد تتأثر ويغيرون دينك وهذا كان واقع مثلا في عادي سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه كان يطبق على شارب الخمر كان يطبق عليه الجلد بل وصار يطبق عليهم التغريب التغريب هو أنه يخرجه من أرض الإسلام فكان أحدهم شارب الخمر فطبق عليه الحكم وأخرجه من أرض الإسلام إلى أرض النصارى فبعد مدة تنصر قال أن صارى عندما الخمر مباح فلماذا ألزم نفسي بالإسلام وهو يمنع الخمر فتنصر فلما بلغ الأمر لسيدنا عمر ابن الخطاب قال لن أغرب بعد اليوم أحد وهناك سيضع نظام السجون عوض أن يغرب الإنسان خارج الملاد الإسلامية صار يضع السجون ويمنعه من الحرية فهذا ما نقوله تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له المؤمن دائما يستحضر وجود الله معه ويثق بعدله ويسلم ويفوض لأن الله تعالى لما تكلم عن نفسه العليا قال الله لطيف بعباده من عرف الله تعالى لا يقع له جزع إذا أصيب بمصيبة أو أصيب بخطر أو بمرض أو بإفلاس أو بظلم لا يصب بجزع لأنه يعلم بأن كل ما في الوجود هو تدبير من رب الوجود ويعلم بأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وقال عنده العليا الله لطيف بعباده ربنا عز وجل في كتاب العزيز قص لنا الكثير من القصص والكثير من الحكايات التي فيها العبر والعضات لعل أبرزها قصة نبي الله أو سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليه السلام سيدنا الخضر في سورة الكافي تعلمون جميعا وقد قمنا بتفسيرها في حلقات سابقة كيف أنه خارق السفينة وكيف أنه قتل الغلام وكيف أنه بنى الجدار وسيدنا موسى يرى ولا يفهم المنطق قال هذا منطق معكوس فكان دائما يعترض قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى وفي الختام سيدنا موسى بعد أن غضب وغضب ربنا كشف ستار الغيب فرأى وقائع أن الأشياء تسير ربما في عكس الاتجاه أن تتضمن كذا والله تعالى يتاجر لك ويهيئ لك كم من مصيبة أصابتنا في طياتها نعم وفي طياتها خيرات كثيرة اسبر ما عليك إلا أن تصبر أولا ولا تجزع سلم الأمر لصاحب الأمر وأكتر من الدعاء له وسوف ترى العجب بعد مدة قليلة ستنقلب الأشياء لمصلحتك الله تعالى فهدل أي ماذا قال في ختامها والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربنا عز وجل هو علم الغيوب يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم المآلات لكن البشر هو فقط يقدر الأشياء التي أمامه فلكي نواجه مصاعب الحياة ولكي تكون خفيفة علينا أول شيء ينبغي أن نقوم به هو معرفة الله ومعرفة قضائه وقدره كلما عرفنا الله تعالى ووثقنا به الثقة بالله وسلمنا الأمر إليه وهذا يتحقق من خلال المعرفة لأسمائه وصفاته وإن شاء الله إذا بقينا في الحياة نتعرف عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وكل إسم وكل صفة تجدك قربا من الله تعالى سترى بأن المحن والمكرهات هي ضرب من ضروب المصالح وهي دوع من أنواع المنافع لا يحصيها إلا الله تعالى في كل مصيبة في طياتها نعم وأنت أيها العبد المؤمن لا تحتاج إلا أن تصبر فقط اسبر اسبر اسبروا وصابروا ورابطوا وسلم الأمر إلى الله تعالى رسول الإسلام خيل البرية سيد محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذه المبادئ كان يقرر بأن الله تعالى عنده الحكمة وفي كل إجراء وقضاء في مصلحة وفي رحمة وفي أشياء لا يعلمها إلا الله لما يقول في الدعاء مثلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودهب أحزاننا وجلاء همومنا الشاهد عندنا هنا هو قوله ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك هذا هو الشاهد يعني أن العبد المؤمن لا يعترض على حكم الله ماضم فينا حكمك كل ما حكم به الله تعالى من فقر أو من مرض أو من مصيبة أو من شدة أو من كرب أو من أي شيء كل ما حكم به الله تعالى المؤمن يقول ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك يعني كل ما يقع للعبد هذاك عدل من الله تعالى لا نقول بأن الله ظالم ربنا عز وجل نفع عن نفس ذلك وقال وما ربك بظلام للعبد وما ربك بظلام للعبد فقال بعضهم هو ليس ظلام ولكن ظالم أعود بالله من ذلك قالوا هذه سيغة سيغة فعال نقول إيسان يأكل وهذا أكال وهذا ظالم وهذا ظلام لأن الله حتى لو أرد أن يظلم سيظلم ظلم عظيما فنفع عن نفسه العلية وقال جلع له إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجد عظيمة الذرة لم تكن عند العرب معروفة ما هي الذرة الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ من الشيء يعني أقل شيء ربك لا يظلم ربك عادل بل ربك رحيم بل ربك كريم بل ربك جواد بل ربك لطيف بالعباد فنحن أيها الأحباب الكرام علينا أن ننتبه كثيرا لوقاع الحياة ولمشاكلها هكذا صممها الله تعالى إبداع إبداع فني لو رأيت الدنيا كمسرحية أو كفيلم سينمائي ستقول ما أعظم هذا المخرج الذي أخرج هذا السيناريو العظيم سيناريست راقي جدا فيها الدراما وفيها الأفراح وفيها الحركية وفيها الجمود وفيها البعث والنشور من جديد وفيها شيء كثير كل ما في الوجود رب الوجود وضعه ونحن المؤمن لما يؤمن بهذه المبادئ ويدخلها إلى قلب وعقله يصير مثل المتفرج في هذه الدنيا يصير مثل مشاهد في قاعة سينمائية ويتفرجار المشاكل ويرى الهموم بل ويرى الحروب ويرى الضمار ويرى الخراب ويقول كل ما يقع في الوجود حكمة يعلمها رب الوجود حتى من ماتوا في الحروب وكانوا مؤمنين هؤلاء شهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله المهم أيها الأحبة الكرام وأن الإنسان عليه دائما أن يحسن الضم بالله دائما اعلم بأن الله تعالى أرحم بعباده من الأم برضيعها ثم أن يثق في عدل الله ثم أنه يثق في نطفه وكرمه وجوده ثم أنه يسلم سلم أمرك إليه كل ليلة قبل النوم ينبغي أن نسلم الأمر إلى الله تعالى لما تستقبل قبلة على شقك الأيمن وأنت نائم تقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوتت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فوض الأمر إلى الله وستر العجب وأي محنة تقع لك أي كرب أي شدة اعلم بأنها مسألة وقت إنها مؤقتة الوقت والزمن كفيل بأن يغير الأشياء إلى الأحسن وإذا غير المولى عز وجل وأعطاك أدهى شكاء أعطاك الكثير دائما نكتر من الدعاء ونكتر من الصدقات ونكتر من سنة الأرحام ثلاثة أشياء أيها الأحباب الكرام نكتر منها الدعاء بيننا وبين الله تعالى ندعوه يا رب يا رب وبيننا وبين الآخرين نتصدق على الضعفاء والمساكين ونسعدهم والأرحام الرحم المشتقة من الرحمن لا نغفلها دوما نزور العائلة والأحباب والأقارب ونلتمس لهم الأعضار ونتجاوز عن خطاياهم وسوف ترون العجب العجب العجاب بأن الله تعالى يكرم عباده المؤمنين في الدنيا أما من مات فإنه سوف يجد في الدار الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان ويرزقنا اليقين ويرزقنا البركة اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا دوما أن نفتح خطوطنا للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله